السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله على قناة إلكتروني داتنت معكم محمد بسيمي واليوم كلكم داخلين أكيد يتقلون وش الجوال هذا اللي مش أرهب جوال في العالم أبدا أكيد هذا هو النوكيا آشا 503 راح أخذكم في الريفيو هذا اللي يعني يعني عور قلبي بس ما عليش عشان تتعرفون على هذا الجوال أكثر وأكثر الآشا 503 أمامي الآن طبعا في زي البلاستيك شفاف والجهة الداخلية بلاستيك أصفر هذا شكل الجهاز الصغير هذا شعار نوكيا هنا كاميرا 5 بيكسل فوق هذا عشان تفكر لظهر الجهاز على اليمين ما في شي فوق عندنا فتحة الشحن وفتحة السماعات الجهة هذه عندنا التحكم بالصوت وأيضا زر للقفل والتشغيل وتحت سماعة فقط من الأمام شعار نوكيا شاشة الثلاثة أنش اللي بنتكلم عنها بعدين وعندنا تحت زر للباك أو زر للهوم حسب كيف تضغطها وبيزل مبصاحي موجود هنا كبير وفوق وتحت ويسار وبسطة شاشة الثلاثة أنش الصغيرة هذه شاشة الثلاثة أنش اللي موجودة في الجهاز 240 بيكسل في 320 ويعني هني نوكيا صراحة واحدة من أتعسس شاشات اللي شفتها في حياتي يعني مجرد أنك تقعد تطالع في الشاشة هذه تجيك ضيقة الصدر يعني خصوصا بعد الجوالات الكثيرة اللي قاعدين نراجعها اليومين يعني احنا صحيح نتكلم عن جوال سعره 370 ريالي يعني أو شي مشابه لكذا لكن الشاشة يعني صراحة تشوف البيكسلز كذا تحسنا مطالعين بوجهك من كثير من عدد البيكسل قليل في شاشة الثلاثة أنش هذه لكن يعني في النهاية جوال عشان مكالمات ومسجات بالكثير مع أنه فعليا فيه انترنت فيه تويتر يعني فيه برنامج لاين حق الشاتينج فيه في فترة طعش أنا مودي أشغلها أصلا عشان ما أشوف كيف بتطلع قدامي صراحة حاولت أدور معلومات عن معالج الجهاز وما لقيت فما عرف المعالج حق كم لكن الذاكرة العشوائية حتى ما توصل 512 بيجا بايت الذاكرة اللي هنا 64 ميجا بايت هذا الذاكرة اللي موجودة بالنسبة للذاكرة التخزينية 4 جيجا بايت وتقدر تحط أستي كار ترفعها إلى 32 جيجا بايت إذا احتجتها يعني فهذه هي المصطفات التقنية الخاصة بالجوال وبالنسبة للكاميرا اللي موجودة وراء 5 ميجا بيكسل وطبعا لكم تتوقعون كيف الجودة الخاصة بالكاميرا هذه فيعني نظام التشغيل اللي موجود يعني بالمواصفات هذه طبعا حتى فتح الشاشة نظام التشغيل اللي موجود هو نظام نوكيا آشا اللي من نوكيا يعني نظام مخصص مساويتها نوكيا لجوالاتها الآشا طبعا جوالات آشا تعتبر أرخص فئة جوالات موجودة في نوكيا ومع دعم شريحتين هذه مخصصة للأسواق الناشئة أكثر شيء فعشان كذا تشوفون المواصفات هذه النازلة يعني واحد لما يشتري جواله ب 370 ريال لازم يكون يعرف وش يتوقع منه إذن شفتوا نوكيا آشا 503 الله لا يحدكم عليه أكيد ولا أحد يشتري أبدا حتى لو ما عندك كله 370 ريال متأكد فيه جوالات أحسن من كذا بذلك السعر في السوق فشكرا لكم تابعتوا الفيديو ومشيتوا معاي طول الفيديو هذا عشان تتعرفون على هذا الجوال التعيس وما بيحتى لايك على الفيديو يعطيكم العافية على المشاهدة وإن شاء الله أشوفكم في فيديو ثاني مع السلامة